مباراة اليوم في البريمير ليغ ما بين أرسنال وليفربول حيث ومنذ البداية ساد فيها التوتر وسخنة أرواح اللاعبين فيما بينهم حيث نشب صراع بين المدربين كولوب وأرتيتا في نصف الشوط الأول من المباراة وهذا بعد تدخل اللاعبين كل من ماني وتومياسو بعدها مباشرة كان رد فعل المدربين على خط التماس غير عادي بالمرة وبعد دقائق فقط من الشجار سجل ماني الهدف الأول لنادي ليفربول ماني حانا تقدم وهذا بعد دقائق فقط من الشجار وكان رد فعل كلوب بوضع يديه على أذنيها بالإشارة إلى المدرب أرتيتا ترجمة نانسي قنقر